وكانت حاجة فاطمة سابت لنا اسئلة في الفاصل السؤال بيقول السؤال اللي قال لان ان زوجها كان مريض كورونا وبعدين ما صامشي وبعدين طلع فدية وبعدين هو دلوقتي هل عليه ان هو يصوم الايام اللي فاتته اه عليه ان هو يصوم الايام اللي فاتته والفدية دي ان شاء الله تتحول الى صدقة ان شاء الله وسألت كمان ان حماها راجل مسن ففطروه فهل ده حرام لا ده قد يكون في بعض الاحيين تفطيره وقد يكون في بعض الاحيين واجب لانه ممكن يودي بصحته معانا الاساس عزة من ده اهلية السلام عليكم وعليكم السلام رحمة الرحيم انا عزة الجريح من ميت سلسين ده اهلية اهلا وسأل بقى سأل بخصوص مسجد المحطة في ميت سلسين عندنا من اكبر مساجد المحافظة سألتك تسمع فكان اثناء البناء كان يبنى صلي في در المناسبات اللي تحت جاءت ما تبنى المسجد واتبنى المسجد الدور علوي وفيه من جوة الدور علوي بلا كون تمام فالوقت اثناء الصلاة يا شيخ الامام بيصلي في المسجد اعلى وفيه ناس بيصلي تحت بس من تحت دول مهير امام والامام فوقهم في المصليين في الدور العلوي ما حكم الصلاة في الناس اللي تحت بقى طيب احنا لازم نعرف ان هوا المسجد واسفل المسجد من المسجد ولذلك والذلك والذلك الناس اللي بتصلي في البدروم في المسجد الحرام والناس اللي بيصليوا في الدور التاني والتالت كذلك هما بيستقبلوا عين القبلة ليه؟ لأنه هما في أسفل المسجد وجو المسجد الجو بتاع المسجد كذلك من المسجد ولذلك صلاتهم صحيح الناس في البلاتوف يسألوني والراجل اللي بيصلي مع المسجد وهو في البيت اللي قدام المسجد قال ده صلاته تصلح لو كان هو شايف نهايات الصفوف ده بنفتي بيها بماذا بالسادة الملكية إذا كان هو شايف نهايات الصفوف وقادر يتواصل مع المسجد ما يكفيش بس أنه يسمع الصوت بس لأن الصوت ده ممكن ينقطع لانقطاع أي شيء لفساد في مكينة في المكبر الصوت فلذلك هو لازم يكون قادر يشوف نهايات الصفوف عشان يقدر يتابع الإمام ده لو حصل آه لو هو قادر يتابع الإمام يتابع الإمام أو ينزل إليه طبعا في السادة الشفايف بالنص أنه يكون قادر مفيش بينهم شيء يغلق بحيث أنه يصل إليه لكن الصورة دي نص عليها بعض الفقاء بأنه يجوز أنه يصلي الجماعة فيها وده هو مناسب جدا جدا كمان أنه نقوله الفاتحة دي هتكون مناسبة جدا جدا في فترة للفترة أنه ما زلنا بنتعامل مع وباء الكورونا فأنا أظن أنه ده يحقق مقصد الجماعة ولكن بالشروط اللي أنا ذكرتها أنه يقدر يتابع بنظره يعني يكون على الأقل شايف الصفوف إن لم يكن شايف الإمام عشان يقدر يتابعون